في عندنا بعض الديفنيشن المهمة في اي امراي اا يعني اي اي امراي اكوزيشن بروسس. اول حاجة اللي هي تي ار. تي ار دي واحدة من الاساميل اللي لازم هتشوفها لو حد بيشارع عن مكنة امراي لازم هتشوف تي ار وبتكتب تي ار وخلاص مش محتاجين نحن نكتب ديفنيشن بتاعها. حاجة من حاجات الستاندرد اللي الناس عارفاها في الامراي. دي عبارة على ان انا بقيس المسافة بين الفالس اللي انا عملت بها دلوقتي وال الفالس اللي بعديها. عادة اكوزيشن بتاع الامراي. ما بيحصلش ب الفالس واحدة. دي انا بابعت مرة. وبعد مرة تانية. مرة تالتة وهكذا. انا عايز اكون صورة. فعشان اكون صورة انا محتاج معلومات كتير. المعلومات الكتير دي ما ادرجش اخدها في مرة واحدة. ممكن اخدها في بعض التكنيكس المتقدمة. ممكن احنا نعمل كده. بس في المعاتات لا. مواتب مانا اضارش نعمل كده. فالتي ار هي بتقولي الوقت اللي بين كل كل يعني الف واللي بعديها اديه. فلو انا بتكلم على ان الاكويشن اللي انا كنت تكلمت عليها بتاعت الريلاكسيشن قبل كده الامزي اوف تي بتسوي ام نوت في وان ماينس اي توضو ماينس تي على تي وان. يبقى معنى كده عند الوقت تي ار دوت انا اكشوالي ام زي بتاعتي هتبقى كام ؟ هتبقى ام نوت وان ماينس اي تو chilling ماينس تي ار على تي وان. اوكي. يبقى معنى كده السيجنل بتاعتي. اللي انا 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 هنا دلوقت ايه هعمل للحاجة اللي موجودة في الاتجاه الزي اوكي. احطاها في اتجاه ال gliي تعمله. الان انا بتاخد الحاجة ستواکد في اتجاه الزي. تحطه في ايه هو موجود في اتجاه الزي. فمعنى كده ان هنا انا ابتديت من الاول خالص في النقطة دي. النقطة دي كنت عندي اللي بتاعتي هنا كانت عبارة عن كام؟ عبارة عن M نوت فمعنى كده ان انا عملت في الـ X-Y plane هنا بيبقى عندي بقى الموجودة عندي في الـ X-Y في الـ في اتجاه الزي ما بيبقاش M نوت بيبقى قل شوية من M نوت بيبقى الرقم ده MZ of TR فمعنى كده السيجنل بتاعتي هتعتمد على الفاكتور دوت اوكي هتعتمد على الفاكتور دوت بعد كده على طول فوريفر بقى اوكي لان انا كل مرة بعد النقطاتي هريكابر نفس المقدار ده هو هو بالزبط اوكي ففي الاخر هلاقي ان السيجنل بتاعتي بتعتمد على N of H يعني عدد زرات الـ Hydrogen الموجودة ده الـ population بتاعتي الـ Hydrogen بتاعي كام؟ مضروف في الكلام اوكي اللي هي M نوت هي نفسها الـ N of H عدد زرات الـ Hydrogen هي نفسها ايه؟ هي نفسها الـ M نوت او هي بتعتمد على ايه؟ على بعض ديه هما الاتنين بيعتمدوا على بعض فمعنى كده انها السيجنل بتاعتي دلوقتي بقى فيها فاكتور فانكشن في T1 بتساوي كام؟ اوكي فهنشوف بعد شوية ازاي ان هنبقى نعتمد على ده عشان نعمل contrast based على T1 بتساوي كام؟ يعني ممكن ان انا فرع بين 2 Tishes ممكن يبقى متشابهين جدا في الـ N of H يعني عدد زرات الـ Hydrogen فيهم مش مختلفين كتيرا على بعض بس في اختلاف بينهم في T1 بتساوي كام؟ اوكي؟ فدي حاجة مهمة جدا 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 ونقدر ان احنا نعمل بها contrast بس الحقيقة مهمة جدا بيستعمل كتير في الـ MRI زي ما احنا شايفين هنا احنا بعد الاولنية بعد اول RF Pulse انا كنت اكشودي السيجنل بتاعتي هنا كانت 0 وبتديت اطلع كويس؟ ووصلت لغاية هنا كويس؟ فيعني عند T R الجزء لسه مطلعش ده ده خلاص يعني مش هيجيلي دلوقتي خلاص انا دلوقتي وقت ما عملت Flipping او حطيت هنا 90 degrees تانية هو فعليا ان الحاجة اللي كانت هنا دلوقتي بقت في الـ X Y plane وابتدي من هنا بقى تاني ارجع اريكاور فروم ايه؟ يعني فروم زيرو اوكي؟ لان انا كل الحاجة اللي موجودة في الزير اوددتها للـ X Y فبتدي ريلاكس برضو بنفس المقدار فطبعا هنا نتيجة لان هنا نفس الفترة اللي هنا بالزبط يعني D TR وD TR برضو يبقى معنا كده اوصل لنفس النقطة وبعد كده اوصل لنفس النقطة فوريفر بقى اوكي؟ فيبقى معنا كده الـ M Z بتاعي اللي انا هشوفه مؤتمد على الـ relaxation اللي انا عملته ده كان مقداره قد ايه؟ لو انا خليت TR دي كبير اوي يبقى معنا كده خلاص ام كلهم هيوصل لـ M نقطة في الاخر فمش هتفرق انما لو خليت TR صغيرة relative لـ T1 لو خليتها مثلا هي نفسها بتسوي T1 يبقى معنا كده ان انا هقلل من هنا يعني اقلل مثلا قيمة بتاعت هقلل القيمة اللي هي بتاعت الـ relaxation بتاعي او بتاعت الـ M Z بتاعتي اللي هي بتوصل عندي TR فيبقى معنا كده ان انا ممكن اطلع signal dependent على قيمة T1 دي بتسوي كام لو في عندي اختلافات في الايه؟ في الـ tissues وبعضيه فدي اشوفها ان شاء الله في جزء بتاع الـ contrast بعد شوائز غيرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة